ما قصة الكلب الاسود الذي يرابط الى جوار الطفل ريان اهلا بكم في قناة مساء الاخبار معكم مزاني المصري تحياتي لكل المتابعين وفيديو جديد بين الجموع الكثيرة التي حضرت جنازة الطفل ريان المغربي تسلل كلب اسود بين الجموع وظل اخرين حاضرين بين المشيعين للجثمان حتى زهب الطفل ريان الى مثواه الاخير لكنه لم يغادر الكبر كما فعل باقي الجمهور بل ظل مرابطا الى جوار الكبر ولم يفارقه وبدأ الكلب حزينا متقطع الرأس وعيناء لم تفارق الكبر والصندوق الذي دفن فيه واشار اهل الكرية الى ان هذا الكلب هو صديق ريان وكشف احد افراد الاسرة في تصريحات لوسائل الاعلام ان ريان لم يكن محط استحسان وحب من اهل الكرية فقط بل كانت له علاقة طيبة مع العديد من الحيوانات في المنطقة وهذا الكلب الاسود كان واحدا من هذه الحيوانات واوضح المتحدث ان ريان رحمه الله كان من يربي عن زهية الاخرى وكانت تتبعه في اي مكان يمشي اليه ما يميز ريان عن بقي اطفال القرية انه كان طيب القلب وكان ريان البالغ من العمر خمسة سنوات قد وقع في بئر مهجورة بالكرب من مقر سكنه بقرية اغران دواحي مدينة شفشوين وعلق بها لمدة خمسة ايام لم يتمكن خلالها من البقاء حيا رغم انتشالوا منها من قبل فريق الانقاذ وشاهد هذا الحادث الاليم كل انحاء العالم موقع او مصدر الخبر هو موقع البيان شكرا لحضارتكم مع المشاهدة ما تنسوش دعمنا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وفعل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد باذن الله